عشية الجمعة الموافقة الخامس والعشرون من هذا الشهر تزينت مدرجات ملعب الزوراء بالمحبين في مواجهة زاخوة بمشهد مألوف لكن هذه المرة كان أكثر اهتمامان حيث صدر في حينها قرار حل إدارة فلاحسان الأمر الذي جعل الجماهير الزورائية تأتي من كل حدب وصوب أفواجا أفواجا بحر متلاطم من الناس جعل المدرجات تنبض بالحياة مشهد متكرر نعام لكنه مهم في توقيت مهم قبل ذلك ظهر مشهد آخر لكنه مؤلم ظهرت الإدارة المنحلة وكأن شيئا لم يحصل ضاربين القرار القضائي عرض الحائط وسط غرابة الجميع يمارسون دورهم في استقبال الضيوف في جو مليء بالتشويش والبلبلة وهنا حل القلاق صار وضع الزوراء أكثر إلا مان لا يسر عدوا ولا صديقان خصوصا بعد خسارة نقاط المباراة والجماهير تضرب الكاف بالكاف وما يدعو للقلق هو اتساع الهوة بينهم وبين رئيس النادي فلا حسن النجم الزورائي الذي كان يحمل على الأكتاف لاعبا ومدربان أصبح اليوم خصمهم اللدود والمدرجات يوما بعد آخر تناديه بالرحيل وهذا مؤشر خطير يجب أن يضعه الثعلب في الحسبان فإعادة الحسابات والمغادرة ربما ستبقي شيئا من الود أما التعنت والمكابرة فهنا سيكبر الشرخ وحينها لا ينفع شيء ووفقا لما يجري فإن أيام الإدارة المنحلة ما هي إلا عداد في ظل قرارات القضاء شكرا